مباراة وزملنا العزيز محمد توفيق ونعرف منه آخر الأخبار قبل بداية المباراة مساء الخير يا محمد مساء الخير كابتن أيمن برحب بحضرتك يعني متحيات لحضرتك والمشاهدينك الكرام والجمهور النادي الأهلي في كل مكان تجدد لقاء وجولة جديدة من جولات الاستوديو التحليلي ومباراة اليوم بين نادي الأهلي ونادي المقاولين العرب في افتتاح مباراة الجولة التاسعة من الدولة المصر الممتاز لكن زي ما بنقول النادي الأهلي يدخل المباراة اليوم بكربياء البطل اللي بيحافظ على مكانته المعتادة في المقدمة والصدارة وبيسعى للحصول على سلسل نقاط إن شاء الله تضعه في المقدمة وموصلة الطريق للحفاظ على لقبه للموسم السادس على التوالي والمرة 43 في طريقه النادي الأهلي اختتم استعداداته المباراة اليوم عامل مقاولين بحصة تدريبية أخيرة على ملعب مختار التتش ومقر النادي في الجزيرة بالأمس حرص خلالها الجهاز الفني بكادة بيسو ميسماني على بعض الجمل الفنية أو زي ما بنقول المواقف الفنية اللي بحفظها للعابين للتغلب على الدفاعات يعني كل الفرق تقريبا اللي بتاعي بنادي الأهلي في الفترة الأخيرة بتعتمد على أسلوب التمركز الدفاع المكسف أفام المرمى التدريب كله ارتكز على كيفية اختراق هذه الدفاعات والوصول لمرمى المنافسين بشكل أكبر خاصة أن كل الفرق تقريبا وزي ما حالك أنت بتسكد دوقتي المقاولين كمان من الفرق اللي بتترك للسحواز وبتستنى الفرق الثاني في نص ملعبها قبل التدريب سابقوا محاضرة فنية ميسماني تكلم فيها مع اللاعبين وبدأ يعني زي ما بنقول يوري اللاعبين نقاط القوة والضعف وأسلوب لعب المقاولين العرب بيحس أن اللاعبين يكون النازلين المباراة فيه سيناريو كامل أو تخيله كامل للمباراة أمام المقاولين وأسلوب المقاولين في اللاعب هيبقى عامل إزاي يمكن بعد التمرين النادي الأهل أعلن قائمة يخد بها المباراة النهاردة من 21 لعب ضمت علي لطفي حمزة علاء مصطفى شبير في حراسة المرمى فيه الدفاع محمد هاني أحمد رمضان بيكهم سعد سمير ياسر إبراهيم بدر بنون أيمن أشرف ومحمد هاني في خط الوسط في خط الوسط حمدي فتحي عمر السلية محمد مجد أفشا حسين الشحاة كهرباء طهر محمد طهر وفي الأمام محمد شريف وولتر بواليا وصلاح محصن ومروان محصن العائد بعد غياب يمكن نادي الأهل أهم الغيابات النهاردة قائد الفريق محمد الشنو اللي بغيب للإقاف مباراة واحدة بعد تخفيف العقوبة من أربع مرات لمباراة واحدة كذلك كابتن وليد سيمانيا غيب للإصابة في العضلة الخلفية كمان أكرم توفيع اللي فضل الجهاز الفني راحته طبعا أو عدم مستحابه في المعسكر خاصة بعد عدم ضقة المسحة اللي تم تليمه على اللعابين أول أمس ففضل استبعاده من المعسكر لحين ظهور العينة مرة أخرى يمكن زي ما نقول كابتن أيمن أهم النقاط النهاردة المباراة بتقام النهاردة في ملعب السلام الملعب تم عداد الأرضية بشكل أكثر من رائع عشان تساعد اللعابين لأدام مباراة جيدة يمكن كمان مباراته قام في طقس شتوي مؤتدل درجة حالة تقريبا 17 درجة مقوية مع بعض النشاط الخفيف للرياح الجدير بالذات كابتن أيمن دي مش المواجهة الفنية الأولى على الخطوط دي مش المواجهة الفنية الأولى بين بيتس ومسيماني وعماد النحاس لا المدربين سبق أن هم تقابلوا قبل كده يوم 4 أكتوبر الماضي في الموسم الماضي في الجولة 31 وكانت أولى مباريات مسماني مع النادي الأهلي وتنجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز فيها عن طريق عمر السلام من ضرب الجزائق في الديئة 40 من نشاط الأول من المصادفة كابتن أيمن الجديرة بالذكر أن علي لطفي في المباراة دي حل بديلا لمحمد الشناوي اللي تم إصابته في الديئة 28 من نشاط الأول بمزق في العضلة الخلفية وعلى أسرها تم تبديله ونزل علي لطفي وقدم مباراة كبيرة ولعب أكثر من 60 ديئة خلال المباراة إن شاء الله تكون فائل خير وعلى لطفي النهاردة الموجود في حلاص المرمى النادي الأهلي يقدم مباراة بإمكان بس الملاحظة النهاردة في التشكيلة كابتن أيمن التشكيلة بقى يدين حضرتك بعد لحظات إن بدري بنونه نهاردة ما بيبدأش المباراة وياسر إبراهيم بيبدأ على حسابه دي كانت معظم الأجواء هنا إن شاء الله مستمرين مع حضرتك ومزيد من الأجواء في التقطتنا الخاصة على قناة النادي الأهلي كلمة شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق